السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا سوينا تطبيق Create, Read, Update, Delete كامل لكن في عدنا شغلة اساسية اكيد احنا لما نسوي موقع نريد نحمي عملية الكريايت لان الان الكريايت اي واحد يدخل للموقع يقدر يسوي create براحته مو بس هذا الشي بل يقدر يسوي delete و يقدر يسوي edit بالتالي نقدر انه نحميها باستخدام ال login register هاي الامور احتاجها اضافة لذلك authentication بشكل كامل والauthorization authentication شنو هو انه الموقع عمالتك يكون عنده login و register authorization شنو هو انه محد ميدر يوصل للمعلومة المعينة اذا ما كان عامل authenticate او login او register طيب هو شون احنا ننزلهم في البداية احتاج اروح لcmd او terminal المشروع ممكن توقفها او بقي هو شغال وتفتح لك terminal جديد تمام اكتب composer استخدم الcomposer واقول له require laravel slash ui هذا اللي اكتب له خلنا ضغط على enter ونشوف النتيجة طيب الان راح يبدي ينزل الباكيج مالتك بالكامل طيب نزل الباكيج كامل احتاج الان شكتب له php rtsan ui ال ui multi انواع انا ممكن اعمل الواجهة باستخدام البوستراب ممكن اعمل الاثنتيكيشن باستخدام ال view او react.js بكيفي احنا بدرسنا هذا راح ناخده مع البوتستراب boot strap minus minus auth php artisan ui bootstrap minus minus auth اضغط enter تمام ولد لي اياهم يبقى عدنا شنو هنا هو دي انصحنا انه لازم نقول له npm install and and npm run div ناخد هذا copy انقدر نكتبه هنا npm install and and npm run div نضغط على enter ننتظر لحد ما يكمل بعد ذلك راح نلاحظ انه احنا عدنا عملية الاثنتيكيشن جاسة طبعا راح اوقف البرنامج اوكي المشروع راح اوقفها انتظر انه هذا يخلص طبعا هو راح يقضي شوية وقت لانه ينزل من الانترنت ملفات خاصة به هذا ضروري انه انت لما تشغل بالاثنتيكيشن لازم يكون الانترنت يكون عندك موجود لانه راح ينزل هاي الملفات من الانترنت تمام نجي نقولة control c نوقفها طيب نجي نكتب هنانا php artisan migrate نقولة انتر راح نلاحظ انه سوالي table هو خلف الكواليس وايضا ضافها اللي هو create password reset table الان اقدر اشغل المشروع اذا قل هنانا clear او cls بالwindows php artisan serve خلي نجي نقولة refresh خل نجي للموقع نفسه تمام الاحظ ظهر عندي شي اسمه login وظهر شي عندي register login و register طبعا login لما ادخل صفحة ال login فهنانا ايج داي يقول لي داي يقول لي manifest ad found انا يقول عندي مشكلة لانه لازم اقول له mpm run dev in your terminal refresh page اوكي خلي نجي نقول له هنا mpm run dev اوكي واجي اعمل هنا ال refresh امتظر تمام ظهر عندي اوكي ظهر عندي يعني انا عندي المشروع شغال ونفس الوقت شنو عندي ال mpm dev ايضا شغال وظهر عندي ال laravel ال login وظهر عندي ايضا ال register هذا login هذا register طبعا انا ما قدر اعمل login اللي انه اصلا ممسجل فاقدر اسجل اقول ال register يطلبون عندي الاسم خلني اكتب هنا انا محمد ال e-mail محمد dot عيسى at gmail dot com تمام الباسورد خليكن 12 اذر باسورد رح يكون 12345678 هنا ايضا 12345678 register that's it دخلنا no دخلنا لل laravel فالما ارجع للموقع الاحظ انه ال login و register اختفوا ظهر لي home من اضغط على ال home يقول لي انه انت login وهذا هو اسمك وهذا هو logout يعني بهالحالة عني صار عندي registration system كامل بدون اي مشاكل هنا لما اجي على سبيل مثال اقول ل logout خلي نقول ل logout اوكي شوف جابني ايضا ال login و register هذولا وين موجودين هذولا موجودين في ال لو اجي وين 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 عندي هنا layout شوف لاحظ هذا ال app اوكي صار عندي folder بداخل ال view اسمه auth لتلاحظ هذا هو login هذا هو register اوكي فعندي هذا هي ال password او email و ال ال الاخره زين كلها موجودة هنا تمام شوف هذا registration طبعا هنا layout صار عندي folder خاص اللي هو اسمه layout اوكي اللي هو المعلومات في داخله يصير لاحظ هنا عندي logout اوكي هنا عندي على سبيل مثال login تذكرون ال guest تمام guest هذا اذا كان guest يظهر لك login واذا ما كان guest راح يظهر لك الاسمالتك الاث وايضا logout هذا كله عن طريق ال guest دي سويها طبعا هذا لانه navbar هو عنده يعني اذا جيت هنا على سبيل مثال قلت slash products تمام ظهر لي انا ما عندي هنا لو اجي على bootstrap هنا عندي من ضمن ال component navbar خلناخذ هذا navbar ونشوف هنا عندي navbar هذا كامل navbar وعندي navbar انواع طبعا لاحظ هذا ممكن انا استخدم اقول copy واجي وين تذكرون product شاء عنده layout خاص بي خلي هذا بقي هده نجي على layout تمام ال product تمام ونجي بالبداية هنا مو عندك body بالbody هو هنا رح ينزل المعلومات مات الصفحات فاذا اجي هنا save فاذا اجي هنا اعمل refresh شوف لاحظ ظهر عندي navbar فاذا اجي على create navbar موجود all product navbar موجود edit navbar موجود ممتاز هذا navbar انا ما احتاج كل المعلومات بيها خلنجي هنا انا شنو اقول هنا اهنا مثلا شوف اهنا عندك مثلا الbrand multi navbar اللي هو هذا هذا رح يوديك على سبي مثال الى products اوكي واذا شنو رح نسويها اكيد عن طريقة route فبالتالي هذا مين فح الشكل لازم نسويها بطريقة route route products dot index تمام products dot index فاذا اجيت هنا على سبي المثال نضغط عليه شوف رحظ يبقي بالproduct طيب الcreate ممكن انشيلا نخليه بالhome يعني هنا مثلا انت مو عندك home هذا تمام نقدر نقول create وهذا نضيف ال route نقول route ونضيف لشنو products dot create اكي save فاذا قلنا نرف refresh شوف ظهر عندي create اذا ضغط عليه شوف بد ال create اكي ف طيب هذا هو ال route طبعا ال route هذا بالضبط اذا تجي على سبيل ومثلا تقول right click inspect element شوف يطلع لك بالضبط مثل اللي نصنع احنا بال html شايف product slash create ال href مالتا تمام بعد شنو تحتاج هذول اعني ما احتاج هم هذول اعني ما احتاج هم اوكي save disable ايضا ما احتاج اذا ايضا disable ما احتاج save ونقول refresh شوف بقالي بس navbar والcreate طيب لو نيجي على navbar نفسه هنا عدنا navbar اخر مثلا على سبيل مثال شوف لاحظ هنا search وين صاير الطرف اليمين اكي يعني في البداية هم كان اكو هنا عدنا هذا هو search اللي هو جزء مالتا وين كان وين 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 هذا اكي ايضا ايضا شوف لاحظ هذا page home link زين drop link بعدين disable بعدين عندك شنو عندك هنا forum وحاط لك ايا اوكي هذا ما سوي هنا يعني تقريبا نفس الشي هذا uli اخلي ايضا uli اوكي فخلي نيجي هنا وين 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 this one اللي هو big light and forum navbar خلي نجيب هذا forum على سبي مثال نخلي ها بعد ul نقول save نجي نقول refresh let's it شوف search هنا ايضا ظهر تمام بس لكن هنا عندك where is it شوف حاط لك هنا navbar light primary constructor خلي نجيب هذا large navbar link active nice هنا item multi flex خلي نجيب هذا copy اوكي ناذا navbar nav تلاحظ هنقول مرت لاخ paste نجي هنا اوكي شوف هذا search تمام فبس search اقدر خلي نشوف اذا احنا بدل المعلومات هذي شكل نحن هذي شوف link الاول اوكي هذا link الثاني تمام احنا نريد navbar والhome فالنف بار اشكل عليه products وهذا رح يكون شنو route and products products dot index تمام فنقول save refresh that's it اذا جينا عليه شوف يودين الproduct الثاني رح يكون شنو رح يكون create اللي هو الhome create وهنا products dot create اكي فإذا جينا هنا نقل الrefresh create لاحظ اخذ الcreate البقية كلهن ماريدها هذا ماريده هذا ماريده اكي and هذا صار عندي اصغر بهذه الصورة هنا ممكن اطلع معلومات محمد يعني مثلا تذكرون اللي قلت لكم عليه بقوا موجود اللي هو هذا اللي هو التابع ل الاثنت الاثنت كيشن هذا شان يقول إذا هو كان guest طلع لي logout وال register فأقدر استفاد من عند يعني هذا كله أقدر أخذه على سبي مثال وأنزل لحد وين ال end guest هذا لهنا هذا كله أنا أحتاج طبعا هذا يبدأ من UL فهذا كله أخذ copy وأجي على product layout وين موجود هي هنا بال forum خلي نقول له هالشكل بهذه الصورة best هنا شوف لاحظ ظهر عندي login ظهر عندي register login register حالي نوع أنا مع من login فتقدر تروح لل register وتقدر تروح لل login فاخذ نجي نعمل login إذا احنا جينا على محمد dot عيس gmail dot com تمام و 1 2 3 4 5 6 7 8 جينا login جابني ال home إذا جينا على products مثلا هنا products شوف لاحظ ظهر لمحمد ظهر لي وياها logout أيضا فقدرت أضمن ها وميا product أيضا زين أنا شنو عندي هسا هذا أنا خلصت المهمة ما علي هنا أنا خلصت المهمة لو أجي هنا وين 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 لل route أنا شنو عندي مسألة هنا وين routes هذا ألاحظ هنا اللي يزور الموقع يودي ال welcome أنا ما ردي يودي ال welcome علي ممكن أسوي لها خل نقول redirect تمام هنا على سبي مثال تذكرون هنا وين 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 هنا إذا كتبنا for example هذا basics the basics and I think هنا كان موجود هذا routing ok نشوف تذكرون هذا command اللي هو redirect كان هذا redirect ok اللي إحنا أيضا نستخدم بداخل routes مو الparameter مالت وين 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 أذكركم هذا تذكروا فأقدر شاكل له هذا عمل لكومنت ما ودي لل welcome وين ودي لل products بأذا الشكل products dot index فمن أجي هنا على سبي المثال الآن أضغط enter شوف لاحظ جاب يعني products فهي واحد يدخل الموقع راح يدخل لل products رأسا 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 راح يدخل لل products حتى هذا مصار products وصار عندي login وصار عندي register multi الخاص وطبعا الhome هذا هو الhome هذا هو الhome هذا هو الhome يوديك للhome page هذا أيضا أقدر مثلا إذا أجيت على route مثلا هنا web تمام هذا أقدر أخذ copy من عنده شكل الhome الhome هم ودي المن لل product الhome يعني اللي يروح الى slash أو اللي يروح لي home slash home فيرجع للproduct index فإذا اجيت هنا مثلا سويت login على سبي مثال محمد أقول login هذا وين وداني for example slash home هذا وداني الى slash home هذا لأنه هنا موجود فخلي سوي لك comment save لاني مرت هنا معرف هنا فأجي هنا على بمثال بمثال أقول home شوف لاحظ يرجعني للproducts غني نعمل logout مرت الله login مرت الله خلنا تأكد محمد gmail and password 12345678 login that's it شوف لاحظ رأسا نجرب نعمل الproducts اوكي غني نعمل register أيضا يعني هنا نكتب أحمد هالمرة at gmail.com and هذا طبعا النايم ما لت احنا كتبنا اليميل بذلك هنا طبعا دي يجبرني اخل password قوي بس هانه هاي دورة فما حتاج استخدم password قوي خلي نقول هنا مثلا أحمد عيسى فأقول register شوف لاحظ جابني على product بعد أحمد عيسى الاسم أقدر أسوي logout تمام خلي نقول logout شوف بقاني بالproduct المشكلة هي يعني لاحظ الآن لما قول create يسمح لي أنه أنا أسوي create عادي جدا ما العلم أنه أنا مسوي logout أنا خارج أي واحد يقدر يسوي فعلي لازم شنو لازم ما أسمح لازم إلا يكون login يعني هذا الموضوع ممكن أعمله بطريقتين يعني أنا أريد يشوف الproduct إزين بس ما أريد أسمح لا يسوي create ولا delete ولا edit إلا إذا أش أنا بس logout الشو ما يخالف خلي يشوف ما بيت عدل بس create والdelete والedit هذول خطرات فأقدر شا سوي أنا سبي المثال أقدر أحمل control بالكامل يعني أجي هنا بالproduct control أستخدم هنا constructor عندي شي اسم con constructor construct construct أوكي هذا الفنكشن اللي هو public أو خلي نشوف بالlaravel أيضا شرحين عنا كتب لاراvel constructor constructor أوكي أعتقد موجود هنا نعم هذا هذا شوف الconstructor هذا شوف لاحظ constructor أقدر هنا أطلب من عنده middleware إنه إذا ما كان عامل auth أوكي إذا ما كان عامل auth لا تسمح له زين هذا اللي هو أجيب هنا على سبيل مثال طبعا هذول أحذف هذول إنشارات ما لا علاقة هال شكل يعني أقول له إنه هذا الكلاس حتى تدخله لازم تعامل auth لازم يعني لازم عامل login قصدي بالauth شوف لاحظ ما يخليك تدخل product إذا جي هنا نقول product ما يخليني لازم أعمل login لازم شوف يلا يسمح لي بس هذا شنو هذا ما رح يخليك حتى تشوف product فتقدر بهاي الطريقة تعملها أوكي وتقدر بطريقة أخرى يعني هذا إذا في حات تريد تحمي هذا control بالكامل ما تريد لا يقرأ ولا يشوف ولا يكتب ولا يضيف ولا يحذف أما مثل حالتنا إحنا شكلنا قلنا إحنا لا إحنا خليه شوف في البرودكت وخليه تفرج على البرودكتات واحد واحد بس لا تخليه يسوي create ولا delete ولا edit بس هات ثلاث شغلات خليه يشوف فبالحالة ما ينفع ويانا نحن نسوي كل middleware للاث طبعا هذا عن طريق المدلware فمن يريد يوصل هنا يشيك أو شي مسموح ولا لا فأنت إذا تريد كل control خلاص استخدم هذا أما إذا تريد جزء من عنده على سبيل مثال بس create أو بس update أو بس delete أو بس store مثلا فهنانا تحتاج أنه شنو تخصص يعني تحتاج أنه مثلا تذكر المسار اللي أنت تريد على سبيل مثال خليه نقول مثلا أنه ما يكون مطلوب أنه يسوي login سواء كان create أو update وإلى آخر من أمور فش راح أسوي أقدر أخصص أيضا بطريقتين يعني هنا مثلا أقدر أرجع الauth يعني هنا auth موجود بس أقول accept يعني ما عدا أفتح قوسين أضع في داخلها array اللي هو أقواس المربعة ما عدا الindex وأيضا فارز الشو يعني هنا أش سوي تاني بالبداية لما كان فقط auth معنات على كل هم بينما الآن قلت accept يعني شنو الauth على كل هم على كل الclass هذا ما عدا الindex والshow خليها مفتوح زين خلناعمل هنا save نيجي هنا خلي نقول مثلا product خلناعمل هنا logout زين الآن أنا logout عمل refresh لاحظ login register لما قل الshow لاحظ يظهر للshow وهذا الall لما قل create شوف ما يقبل لما قل edit ما يقبل تمام لما قل delete ما يقبل لكن الshow يقبل الall يقبل فأقدر استخدم هاي الطريقة أو أقدر شا قل مثلا هم نفس middleware يعني أكثر من طريقة عندي middleware أقول auth and only فقط يعني رح يكون هذا authenticated فقط على menu على store و على create و على update و على menu delete مثلا فارزة هالشكل يعني على edit و على أيضا شنو delete و على menu update update تمام يعني قصدي شنو يعني قصدي إنه الاندكس والشو عادي فالطريقتين تنفع تمام خلني نعمل هنا refresh لاحظ عني نانا دايش تغل من أقول create شوف ما يقبل من أقول edit ما يقبل من أقول الشو لازم يقبل تمام شغال في أما هاي الطريقة يما هاي الطريقة تمام يعني ثاني تنترى نفس الشي هنا يقول لك ما عدا يعني هنا الاث يعني الlogin لازم شرط أساسي على كل الفونكشنات ما عدا الاندكس والشو اوكي هذا الاندكس والشو جوا أما هنا يقول لك الاث فقط على الاث استخدمه على الstore والcreate والedit والdelete والupdate زين والاندكس والشو لا تستخدم اللي لي ما موجدين بيها فإما تستخدم طريقة الonly إما أما هذا أكثر صار يعني بس اثنين عتموه نفس الشي يعني اثنين عتموه نفس الكلام ما عندك مشكلة يعني الاثنين بوركين ما عندك مشكلة بيها طبعا ممكن تسويها باستخدام خلي نقول الكون او تقدر بالطرف الآخر يعني وين بالويب الآن خلي نرجع مرة لك نقدر رفريش لنسوي نلاحظ create يقبل create عادي حتى لو ما عمل الوغين فنقدر بداخل الكون ونقدر يعني داخل الكلاس ونقدر عن طريق الروت الطرف الروت الروت مالتهم مين هذا مو هو الروت تمام هذا مو الروت مات الريسورس انتبه هذا لا تحذف لأن هذا الروت مات الوغين ورجستر هذا مات الآث زين لا تحذف الان هذا الروت مات البرودكت تمام والcreate شغال اوكي شون اسويها بطرف الروت يعني يا اما تسويها بطرف الكنترولر يا اما بطرف الروت انت حر انت حر طريقتين تنفع هنا انت مو حددت الى الكنترولر مالتك اوكي وقلت له شنو اللي راح تستخدمه تقدر انه على سبيل مثال انه تضيف له معلومات يعني شون معلومات اضيف له الميدلوير هنا تعرفها اذا اجي هنا خلي نقول هذا مو ميدلوير اوث اقدر اقول له انه هذا محمي بالاوث هالشكل يؤدي الى ميدلوير واكتب بها انه اوث اوكي خليجي هنا على سبيل مثال نعمل رفرش شوف لاحظ مايقبل حتى تشوف المعلومات مايقبل ليش صارت محمية بالكامل فعندك اكثر من طريقة لحماية البيانات الاثنتيكيشن على سبيل مثال هذا خلي نبقي سوري وهذا نيجي هنا زين هذا نقدر نحذف هالجزء وهذا نقدر نسأل الكمينت اوكي الانصار مايحتاج لانه وتعمل لوجين اوكي فاذن الاثنتيكيشن ايضا صار عندك موجود يعني تخليهم يشوف هنا او على سبيل المثال اللي احنا ما عاملين لوجين تمام فهنانا بالانديكس مثلا انت نظهر عندك الديليت والديت والكرييت فاذا تريد مثلا انه ما نظهر عندك الديت والشو فنقدر شن سوي مثلا هذا الديليت وهذا الديت الشو مايخالف مو بس الديليت والديت مفروض مايظهر فنقدر نقول هنانا اوث شوف اكو عدنا اوث هذا شنو يعني اذا اذا عامل لوجين فنقدر ناخذ الديليت والديت نحطهم في داخل الاث هذا وين طرف البليت تمام فاذا اذا جنقنا الرفرش لاحظ اختفاء الديت والديليت بمعنى لازم تعمل login يلا يظهرون واقدر اصوي ادت عادي جدا تمام اما اذا جنت log ما رح يظهر عندك الديت نفس الكلام اقدر اتبع هوية من اقدر اتبع هوية الCreate يعني هنا انا انا عندي على سبيل مثال button خاص للCreate زين هذا ايضا اقدر اخفي طبعا انا اقدر هذا احذف اصلا يعني انا اصلا create صار عندي موجود بالNavbar تمام فوين هو موجود بالNavbar مو بالLayout صح هنا فعندي هذا هو مسار الCreate وين هذا create تمام فاقدر بالCreate على سبيل مثال هذا اللي هو الNavbar خاص بالCreate اقدر هذا اخفي زين انا عندي هذا الproduct اقدر هذا اخفي الLay كامل فاقدر اشي اقول لا ايضا auth واضع هذا الLay في داخل ها اقول save تعال نطل الرفresh لاحظ الCreate اختفى لما تعمل login لما تعمل login رح يظهر الCreate شغال والEdit والDelete اما اذا تعمل logout رح يختفون زين رح يختفي ما رح يبقى موجود طبعا هذا بالنسبة لل البوست طبعا لو جينا ال login على سبيل اشوف ايضا نطلق error vitamin fest فاتأكد انه عندك هذا الشغال mpm run div حتى شنو ال login ورجستر يشغل لحظ طبعا في نقطة مهمة جدا يعني احنا لاحظنا انه ال login ورجستر رح يتوقفون اذا وقفنا server معلتنا يعني لازم نقول شنو mpm run div اذا ما تريد تستخدم mpm run div يعني تبقى بس تستخدم ال php artisan يعني تقدر شتسوي اتفاعل ال run ال mpm run build قول ر mpm run build بمجرد ما تقول mpm run build رح يبني لك اياه فما حاجة بعد انه استخدم شنو mpm run div اوكي يعني بعد ما تقول mpm run build يعني توقف شوفينا mpm run div فيشتغل يلا يشتغل ال login والرجستر تذكرون من وقفنا ما اشتغل فحتى تتخلص من هاي قول mpm run build بس من تقول mpm run build رح يقضي شوية وقت وراح يكمله من يكمله يرجع ومرتل الاخ للترمنال هذا الشكل فما تحتاج بعد تشغل هذا السيرور ال npm اوكي يعني اذا جهاز للوغين لاحظ اللوغين شغال اوكي وايضا الرجستر ايضا شغال تمام فهاي بتبقى بس انه انت تشغل ال php artisan وتخلص من ال npm اشتركوا في القناة